نحن معنا على التليفون الأستاذ محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء عشان نعرف منه كافة التفاصيل أهمية التنمية الزراعية في سيناء وإزاي هتمت الدولة بتطوير في هذه المنطقة تحديدا في المشروعات الزراعية صباح الخير عليك يا أستاذ محمد صباح الخير يا أستاذ محمد وصباح الخير على أستاذ المشاهدين يا أهلا بيك طبعا نحن كنا لسا عرضين تقرير دلوقتي بتكلم عن التنمية الزراعية في شبه جزيرة سيناء إيه اللي حصل بالزبط تفاصيل أكتر عن اللي حصل في هذا القطاع الحيوي المهم وتأثيره كمان على المواطنين الموجودين في هذه المنطقة حضرتك يا أستاذ محمد تعمير سيناء كان حلم يعني بعيد المنال ولكن تحقق بإرادة سياسية قوية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخ أكثر من 750 مليار جنيه وده رقم كبير جدا لتعمير وتنمية سيناء على جميع المحاور وكان من ضمن أهم الأولويات محور القطاع الزراعي فبدأ بإنشاء أكبر محطة معالجة صرفي في العالم كله بطاقة خمسة وستة من عشر مليون متر مكعب في اليوم محطة مصرف بحر البكر في الشمال وأيضا أفضل مشروع لألفين وتسعتاش كان مشروع معالجة محطة المحسمة بواحد واثنين من عشر مليون متر مكعب فكان المحدد الرئيسي للتنمية الزراعية هو توفير المياه وقامت الدولة عبر دراسات استراتيجية طويلة الأمد وتتميز بالاستدامة لتوفير مياه كافية لزراعة أكثر من 750 ألف فدان في سيناء في الشمال والوسط أيضا قامت الدولة بالتوازي بضخ استثمارات لعمل تجمعات تنموية متكاملة زراعية ولكن دولة وفرت خدمات تعليمية خدمات رياضية خدمات صحية طرق تموين مراكز خدمات زراعية على أعلى مستوى كنموذج رائع جدا للتنمية الزراعية المتكاملة توفير معامل تحاليل ميكانة زراعية مخازن للتقاوي والأسمدة وكل هذا من أجل تنمية سيناء فأصبحت سيناء الآن من أفضل الأماكن حيث قامت الدولة المصرية بمكافحة الإرهاب على جميع المستويات فمن أفضل الأماكن أمان حاليا هي سيناء تمشي فيها براحتك خالص تتحرك من القاهرة تدخل عبر الأنفاء سواء بورخهيد أو الاتمعالية أو الشهيد أحمد حمدي خلال 120 دقيقة تكون في وسط سيناء فسيناء الآن بقت بشكل آخر فيها محاور تنمية على جميع الأصعدة فيها مناخ رائع جدا يعني اللي زارت سيناء عارف مستوى يعني التلوث يكاد يكون ديره فسيناء أصبحت جاذبة بشكل كبير جدا للمواطن أن يقدر يعيش فيها بكل أمان وبكل فرص عمل متاحة في جميع المجالات سواء القطاع الزراع أو غيره من القطاعات التعدينية في الوسط أو القطاعات السياحية في الجنوب أيضا الزراع موجودة في الجنوب عبر 7 تجمعات تنموية تم إنشاءها و11 تجمع في الشمال الآن بيتم إعداد هذه التجمعات للزراع بدأ المواصنين يسكنوا في هذه التجمعات ويمارسوا حياتهم بدأت المرافق كلها تشتغل في الـ 18 تجمع في الشمال والجنوب أعادنا سنة كثيرة قوي نسمع أهل سيناء وهم متضايقين إنهم مفيش تنمية بتحصل عندهم مفيش اهتمام بيهم وشفنا كان بيحصل هجرة داخلية أعتقد أن الوضع اختلف تماما وأن تنمية اللي بتحصل دي ممكن تساعد أهل سيناء وبشدة على الاستقرار وأنها تقدر يعني تساعدهم بإيجادة فرص عمل وتحسن مستوى المعيش يا أستاذ منها يعني أعتقد هذه المعلومات يعني بعيدة كل البعد عن الواقع الحالي يعني أول نقطة أحب أن أشير إليها إن ما عادش فيه أبناء سيناء وأبناء الدل فإحنا كلنا يعني شعب مصري واحد وما عادش أي تروق إطلاقا فرص العمل متاحة لجميع أهالي سيناء وجميع أهالي سيناء أقصد بيهم المقيمين أنا نفسي مش من أهل سيناء ولكن مقيم حاليا في سيناء فسيناء حاليا فيها فرص وعدة وفرص متاحة أفضل بكثير جدا من الدلتة زي ما أشرت لحضرتك إن أصبحت سيناء مكان جذب حاليا سواء جذب المواطنين أو جذب الاستثمارات الواعدة في جميع القطاعات الموجودة على أرض سيناء سيناء تمثل أكثر من 6% من مساحة الكلية لمصر مواردها عظيمة جدا سواء الموارد التعدينية البترولية الزراعية السياحية الصناعية كل ما يتمنى المستثمر أو المواطن موجود على أرض سيناء فرص العمل متاحة بشكل أكبر جدا عن باقي محافظات الجمهورية بدعوا شبابنا إن يتوجهوا ويخلوا حلمهم إن يقيموا داخل سيناء عايزين هجرة داخلية من الدلتة إلى سيناء لأن سيناء أفضل مما يقوم بإيه الشباب من الهجرة الخارجية إحنا عندنا هجرة داخلية فيها فرص متاحة للعايش فيها بشكل رائع جدا موارد الاقتصادية متاحة أي حد عنده حلم عايز يحققه يجي يحققه على أرض سيناء شكرا جزيلا أستاذ محمد شاطة وكيل وزارة الزراعة بجانوسيا